دراسة متخصصة عن المكون الأيزيدي وما تعرض له نتيجة للصراعات المختلفة على مدى العصور وضعها الكاتب سعد سلوم في كتابه الذي حمل عنوان الإبادة الجماعية مستمرة حيث يوضح أنواع الإبادات التي تعرض لها الأيزيديون وفقا لدراسات علمية اعتمد فيها على الجذور التاريخية والجغرافية وكذلك متغيرات الحياة السياسية والاجتماعية وانعكاسها على واقع الأقليات الدراسة هي محاولة لتأسيس حقل دراسات الإبادة الجماعية في العرق هذا الحقل الذي لم يتأسس بعد من خلال دراسة الإبادة الجماعية للإيزيديين استمرارية في الذاكرة والثقافة الإيزيديية والصراح حول أراضي الإيزيديين وهوية الإيزيديين الذي يعد استمرارنا للإبادة الجماعية بوسائل أخرى مثل هذه الدراسة التي نشرت بالتعاون ما بين مركز البيان وكرسي الإبادة الجماعية في جامعة بغداد هي محاولة لخوض الانقسامات في المجتمع الإيزيدي والتأسيس لدراسة الانقسامات في المجتمعات العراقية المختلفة ويشير ذو الشأن السياسي والاجتماعي أن المتغيرات السياسية هي من سببت في تلاشي الصورة الواضحة عن ثقافة المكون الإيزيدي وبقية المكونات بمختلف المسميات ولا بد من تأصيل هذه الدراسات في الجامعات لكبح جماح الإبادات يتم التصرف مع الأقليات باعتبارها أرقام لتحقيق مختغيات سياسية فبالتالي هذا يؤثر ممكن أن يأتون إلى شخص هذا الشخص ما يكون كفوق ولكن يستقطبوا لأنه ممكن أن يغذوا ويحقق أجنداتهم فبالتالي يخرق نوع من الانقسام وهكذا لهذا أنا أشرت على أنه يجب أن يكون هناك التعامل مع النخبوية الصادقة التي ترى في المصلحة الإيزيدية مثار صحيح في إطارها الوطني وإطار الأمة العراقية الكثير من هذه الدراسات هي تساهم في تطوير المناهج التربوية بالتالي تخدم المجتمع العراقي وتصالح مع بعضهم البعض بالتالي نخلق مواطنة صالحة جيدة وبيئة مناسبة جيدة تخدم الجميع الكتاب يحمل السمة التوضيحية عن تلك الإبادات واستدام المكونات والأقليات بالمتغيرات على مدى العصور ويبين عدد الإبادات التي تعرض لها الأيزيديون والجدير بالذكر الجرائم البشعة التي ارتكبها إرهابيو داعش بحق هذا المكونات الأساسي في بلاد الرافدين لبرنامج صباح الخير يا عراق مصطوى السعدي بغداد